اهلا بكم من جديد في حسة مغربية في تونس يتواصل الجدل في الساحة السياسية عقب قرر الرئيس قيس سعيد تشكيل هيئة جديدة للانتخابات وهي الخطوة التي رحبت بها قوى سياسية بينما اثارت قلقا اخوانيا واعتبرت حركة تونس الى الامام ان حل هيئة الانتخابات التي قالت انها غير مستقلة وتشكلت على قاعدة محاصصات حزبية هي خطوة هامة في اتجاه توفير مناخ انتخابي الموقف نفسه عبرت عنه احزاب التحالف من اجل تونس والطيار الشعبي مؤكدة ان هذه الخطوة هي انجاز في مصاري التصحيحة في المقابل انتقدت حركة النهضة حل هيئة الانتخابات واعتبر رئيسها راشد الغنوشي ان الخطوة تعني ان الانتخابات المقبلة ستفقد مصداقيتها حسب تعبيره ما بين مؤيدا ومعارض تعيش الصحة التونسية على وقع جدل سياسي اتجاه قرار الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة الهيئة العليا للانتخابات فقد رحبت قوى سياسية من بينها حركة تونس للامام وحزب التيار الشعبي بخطوة الرئيس معتبرة تلك الخطوة بمثابة مصاري تصحيحية هذه الخطوة الجديدة من الرئيس قيس سعيد والتي اعلن بمقتضاها تغيير تركيبة هيئة الانتخابات يعني تراوحت الاراء حولها بين مؤيد ومعارض بالنسبة للشق المؤيد يعتبر ان خطوة تصحيحية تصحح هذه الهيئة الدستورية الكبيرة وتغير طريقة تركيبتها خصوصا وانه في السابق كانت توجه اليها اتهامات بالولاء السياسي والولاء الحزب لأطراف معينة في المقابل انتقدت حركة النهضة المرسوم الرئاسي الخاص بهيئة الانتخابات وشنت هجوما لاذعا ضد الرئيس سعيد فيما يرى مراقبون ان موقف النهضة يبرز قلقا اخوانيا بشأن اجراءات الرئيس الاخيرة بالفعل هيئة الانتخابات كانت على مدى العشرية الماضية اداة سمحت للاخوان في تونس بالوصول الى الحكم رغم ما قيل حول التمويل السياسي وحول توظيف الدين الى غير ذلك اليوم هي تستغل اقدام الرئيس الجمهورية على الانفرادي بتغيير تركيبة الهيئة لتأليب الرأي العام الداخل والخارج عليه والحديث عن استقلالية هيئة لم تكن يوم من الايام مستقلة وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من سبعة اعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاء تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي اضافة الى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية وينص المرسوم الجديد على ان ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم اربع سنوات غير قابلة للتجديد تعيش الصاحة السياسية التونسية على وقع جدل سياسي اثر قرار الرئيس قيس سعيد بتغيير تركيبة هيئة الانتخابات وفيما تنتظر الصاحة السياسية التونسية اجراء استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري يرى مراقبون ان الخطوة اثارت قلقا اخوانيا ياسر دبابش الغد تونس ولمناقشة هذا الموضوع ينضم لنا ضيفانا من تونس معناه الاستاذة جيهان بعزيزة المحامية والباحثة القانونية ايضا ينضم لنا دكتور خالد عبيد السادو العلوم السياسية ضيفانا من تونس اهلا بكم ابدأوا معك استاذة جيهان هناك تباين للمواقف بخصوص هذه التعديلات التي اجراها الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات طيب هل هذا اجراء قانوني ام ان العرفة الدستورية استوجب ذلك بما ان الرئيس الحالي الان هو المشرع الحالي الوحيد شكرا مساء النور على جميع المشاهدين طبعا نحن منذ 25 جولي 2021 اصبحنا في تونس في وضع استثنائي وفي نظام قانوني واجرائي استثنائي لا يمكن الحديث عن مطابقة كل القوانين التي ستصدر او التي صدرت للدستور لان الدستور قد اوقف العمل به كذلك القوانين ربما يعني فما عديد المرسيم قد صدرت ملغية ولاغية لبعض القوانين او بعض النصوص فيها اليوم نحن في وضع استثنائي افترض وانه يكون صاحب السلطة الوحيد هنا هو رئيس الجمهورية بعد خاصة حل البرلمان بالتالي هي قرارات ربما احادية في الحقيقة الصحيح وما علينا الا ان نقبلها لكن في المقابل نحن نراقب مدى تطبيقها ومدى متابقتها للمعايير الدولية والاحترام الحريات على الاقل وما ترك في الدستور بخصوص الحريات والحقوق والتعددية وما الى غير ذلك نعم دكتور خالد الوستدى جيهان تقول ان هي قرارات فردية او احادية كما اسمتها هل الاشكال الذي ادى الى هذا التغيير في الهيئة المستقلة الانتخابات هو تركيبة هذه الهيئة ام صلاحية الهيئة مساء الخير هو في الواقع يمكن ان نعتبر الاثنين في ذات الوقت يعني صلاحية هذه الهيئة وايضا تركيبتها وصلاحية الهيئة هي التي ادت بطريقة وباخرى سابقا الى ان يقع اختيار هذه التركيب على هذه الشاكلة بحيث ان اعضاء الهيئة خلال انتخابات خاصة 2014 و2019 باتوا مرتهنين للجهة التي تختارهم وخاصة باتوا مرتهنين لذات الجهة التي تختارهم هي ذاتها تقوم بامكانية عزلهم واعفائهم من الحصانة ولهذا السبب لا يمكن ان نعتبر ان عضاء اللجنة الهيئة السابقين كانت لديهم الاستقلالية بالنظر الى انهم بطريقة او باخرى يشعرون بانهم هم تحت رحمة هذا الحزب او ذاك الذي رشعهم ومنعهم ذلك المقعد وهو الذي بامكانه ان يعفيهم اذا ما احس بانهم لا يمكن ان يكونوا وفق ما يريده ولهذا السبب نحن نفهم لماذا في هذه المرة على الاقل من خلال هذا المرسوم رئيس الجمهورية قد فرق بين الاثنين يعني هو الذي يختار في اعضاء الهيئة بالنسبة لأعضاء الهيئة السابقين على الاقل للثلاث اعضاء اذا كانت هذه الهيئة كما يصفها الرئيس غير مستقلة واحزاب اخرى تصفها غير مستقلة كيف يمكن اختيار ثلاث اعضاء من اصل سبعة من هذه الهيئة من الهيئة السابقة هو ليس الرئيس الذي يصفه بانه غير مستقلة العديد هنا في تونس يعتقد بان هذه الهيئات لم تكن مستقلة ربما الهيئة الاكثر استقلالية هي هيئة 2011 التي ادت الى انتخابات المجلس التأسيسي بينما هيئة 2014 و2019 خضعت لقانون جديد تم تغييرها وتنقيحها اشهر قليلة قبل انتخابات 2014 وهو الذي ادى الى ان تصبح الهيئة فعلا هيئة غير مستقلة ومرتهنة للأحزاب التي تختارها والاهم من كل ذلك هو الاختيار الذي سيتم الآن على ثلاثة من اعضاء الهيئات السابقة نحن لا ندري هل سيكون هناك عضو من هيئة 2014 او 2019 او خاصة 2011 ام لا لكن على الاقل الثلاثة الذين سيقع اختيارهم سيكون وفق تجربتهم وخاصة وفق انهم لم يكونوا بطريقة او باخرى خاضعين لهذا اللوبي او ذاك وغير مرتهنين لهذا الحزب او ذاك والاهم من كل ذلك خبرتهم لانه من غير المعقول ان لا تكون في ضمن هذه الهيئة ونحن على ابواب استفتاء وانتخابات من ليس لديه الخبرة والتجربة لمواصلة عمل الهيئة السابقة طيب استدى جهان البعض يتحدث على ان هذا القرار الاحادي الذي اتخذه الرئيس يجعل من الهيئة هيئة غير مستقلة لماذا لم يذهب الرئيس مثلا الى حلو الاخرى مثلا انها عمل هذه الهيئة وتفويد وزارة الداخلية كما يحصل في كل دول العالم باجراء الانتخابات نعم هو لا يحصل في كل دول العالم وفي بعض الدول وفي بعض الدول النامية التي تسامي نفسها الدول الديمقراطية ولكن هو ربما الرئيس قيس سعيد اختار انه يعدل في قانون الانتخابات ويترك الهيئة على حالتها كي تقوم بمهامها تفاديا لادخال واقحى مزارة الداخلية في هذه العملية الانتخابية وربما يعني تفكيرا منه في عدم انه انتقاده بانه يعني وسيلة القمع ربما ولا وسيلة السلطة التنفيذية من اجل يعني تنفيذ واحترام القوانين ومحاسبة ومعاقبة يعني الماريخين على القانون هي وزارة الداخلية اللي هي اليد اليمنى لرئيس الجمهورية بالتالي هنا ربما كان موضوعي رئيس الجمهورية في انه يختار تعديل القانون الانتخابات بمرسوم جديد عوضا عن جعل الوزارة الداخلية هي المشرفة على الانتخابات وهو في الحقيقة يعتبر يعني رأي موضوعي ربما والاسلم خاصة في ظل التجاذبات الكثيرة وسرعات الكثيرة داخل المجتمع الآن وداخل الاطياف السياسية والسياسيين اللي هم يعني في جهة تماما مخالفة عن جهة اللي فيها شعب وعن افكار الشعب وعن مشاكل الشعب طيب دكتور خالد كان السيد نبيل بوفون رئيس هذه الهيئة قال ان ما فعله الرئيس وما اتخذوا من اجراءات بعد الخامس والعشرين من جويليا كما تسمى في تونس لم تكن قرارات ديمقراطية او قرارات صائبة هل هذا ما ادى ربما الى التغيير الذي حصل اليوم في هيئته المستقلة للانتخابات وكان يجب عليه التزام الحياة ام ان المسألة ليست شخصية وبالتالي ترأى فقط تغيير على الهيئة المستقلة كما ترأى على السلك القضائي هي المسألة ليست مسألة شخصية لكن ربما السيد نبيل بوفون قد ارتكب خطأا لم يقع قبولها لدى العديد من الاطراف ويتمثل في انه مباشرة بعد قرارات خمس عشرين جويليا خرج عن الحياد الاستقلالية المطلوبة لديه واعلن رأيه ورفضه لهذه القرارات على اساس انها غير دستورية ثم والاهم من كل ذلك ان هناك احد اعضاء هذه الهيئة قد قام بالامضاء على عريضة تعتبر ما حدث من قرارات خمس عشرين جويليا بمثابة او هي انقلاب حقيقي ولهذا السبب يعني الحرب اعلنت من داخل الهيئة تجاه رئيس الجمهورية ولذلك هو وجد نفسه رئيس الجمهوري بطريقة او باخرى الى ضرورة ان يقوم بالرد هذا اولا وثانيا السيد نبيل بوفون تحوم حول بعض الشائعات من هنا وهناك على انه مرتبط ببعض الجهات السياسية النافذة في خطيلة الفترة السابقة نحن لا نعرف انه يتكلم كثيرا لكنه فجأة هذه الايام اصبح يتكلم وبشجاعة تعتبر نادرة وهذا ربما لا ندري لماذا هذا الموقف بالذات لكن على الاقل ما هو واضح ان سيد نبيل بوفون قد قام بادئي دوره خلال الفترة السابقة وهو يدرك اكثر من غيره بان فترته او ولايته قد انتهت وربما اراد ان يخرج في نظاره من الباب الكبير لكن اعتقادي ان المسألة استقلالية الهيئة من عدمه هي مسألة مغلوطة بالنظر الى ان حتى الهيئات السابقة خاصة انهيئة 2014 و2019 من كان يختارها الاحزاب النافذة في البرلمان وكان الاعضاء هذه الهيئات يخضعون لنوع من المزايا العالمية على الاساس من سيكون الاكثر طوعا لهذا الحزب او ذاك وخاصة لحزب حركة النافذة وفي نهاية الامر الان على الاقل هناك شخص واحد فقط وفق حالة الاستثناء هو الذي يختار او يختار هؤلاء الاعضاء ربما هناك سلبية كبيرة في هذا التعديل القانوني نعم هل كانت هيئة محاصصة اذا؟ بالتأكيد هي كانت هيئة محاصصة على الاقل نحن استمعنا لبعض اعضاء الهيئات السابقة يذكرون بان السيد نبيل بفون مثلا لم يكن لديه اي سيطرة عندما كان رئيس الهيئة الانتخابات على المسؤول عن الاعلامية وعن كل ما يتعلق بالاعلامية في الهيئة وبينما هذا امر غير مقبول بالمرة باعتبار ان كل شيء يتم وفق الاعلامية قائمة الناخبيين وكل شيء يعني واعتقد ان ربما هناك سلبية كبيرة في هذا التعديل تتمثل في انه كان من الاحرى ان يكون هذا التعديل على الاساس ينتهي وبالنسبة لأعضاء هذه الهيئة التي سيتم اختيارهم تنتهي وظيفتهم مع انتهاء انتخابات الفين واثين وعشرين يعني ديسمبر الفين واثين وعشرين وذلك حتى لا يقع فتح المجال لما نسمعه الان من ان الرئيس الجمهورية جعلهم لمدة اربع سنوات على الاساس يريد ان يضمن مكانه في انتخابات الفين وعشرين اعتقد ان هذه سلبية كبيرة كان بالامكان تجاوزها لكن على الاقل هناك نقطة اخرى ان الذين نسمعهم الان يعتبرون ما حدث غير دستوري وبانه لا يتلأم باعتبار ان الانتخابات قريبة ولا يمكن التغيير والتنقية قبل انتخابات بمدة قليلة هؤلاء انفسهم لم نسمعهم يتكلمون عندما قامت حركة النهض بكل ما لديها من قوة من اجل تعديل القانون الانتخابي في مايه الفين وعشرين والانتخابات التشريعية ورئاسية وقتها كانت على الابواب لم يتكلموا لم يقولوا بان هذا غير مشروع او هذا غير دستوري بل اذهب اكثر من ذلك في الانتخابات البلدية سنة 2018 رأينا كيف ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قام بتغيير واحداث بعض الدوائر البلدية قبل الانتخابات باشهر قليلة جدا وهذا امر لا يمكن قبوله في تلك الفترة ويعتبر غير قانوني لكن احد لم يتكلم الفكرة واضحة فقط تبقى لدي اقل من دقيقة استادة جهان هل تعتقدين ان هذه التغييرات ربما ستظهر الحجم الحقيقي لبعض القوة والاحزاب ولسيما حركة النهضة هو في الحقيقة حركة النهضة وبعض الاحزاب التي ملفها لفها هي اصبحت فعل ماضي بمقتضى يعني مصادقة الشعب على تقريبا جل قرارات رئاسة الجمهورية الصادرة واللي يقول انه هو يستمد يعني مشروعية هذه القرارات من المصادقة الشعبية على ذلك حركة النهضة هنا يعني او بعض الاحزاب اللي معاها ما عليها الا انها يعني كما قاعدين نشوف فيهم في الاعلام او في بعض الوسائل الالكترونية يتكلموا فقط يعني هنا احنا امام امر واقع فما قانون فما اجل الانتخابات فما اجراءات سيقع ضبطها في الايام القاية القادمة مش نعرفو شكونهم اعضاء الهيئة هذه وهذا ما سيسمح الى القانونيين والحقوقيين وليب ومنظمات المجتمع المدني اللي انها تراقب حسن يعني سير هذه العملية وكان عندها مؤخذات على بعض العناصر التي سيتم تعينها بش نشوفو هذا في الايام القاية القادمة عندنا اجابات تحملها الايام القاية القادمة طبعا شكرا جزيلا لك من تولوس الوسادة جيهان بو عزيزة المحامية والباحثة القانونية شكرا موصول ايضا لك الدكتور خالد عبيد السادو العلوم السياسية شكرا جزيلا لكم حسنة المغربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل بعد نيلها الثقة رئيس الحكومة الموريطانية يتعهد بتسريع وطرة تنفيذ المشروعات ترجمة نانسي قنقر